السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي العزاء معكم الأستاذ المهندس محمد نور بمادة رياضيات وارطاورة تم ميتماتيك ومبير درس كتابه فنتابع بهالكتاب محلمة وقتنا بس السابق بالصفحة 183 وصلنا عند التمرين الثالث عند التمرين الثالث عبيقلي اكس أكبر من أربعة على اكس مش تسزلين صاليان انكو تشوك خمسة ديارين بولونز بدو نوجدو أصغر جزر لها المتراجحة يعني أصغر قيمة منكو تغدى لأكس في هذه الحالة فوراً إذا كان عندي من هذا الشكل بنقول الأربعة على اكس للطرف الثاني فبصير عندي اكس ناقص أربعة على اكس أكبر من الصفر في هذه الحالة بطلحها بطلحها الشكل هاد يعني بوحد المقامات وبجمع الرقمين مع بعضهم فبصير عندي هاي اكس مربع على اكس ناقص أربعة على اكس معناته بقدر بحثون على كسر واحد اكس مربع ناقص أربعة على اكس أكبر من الصفر بطلح الجزرين هم لهالمعادلة هم لهالمعادلة بصير عندي اكس تساوي الصفر من المقام فبصير عندي اكس واحد تساوي الصفر فعندي إكس مربع ناقص أربعة بنقول ناقص أربعة للطرف الثاني بتصير زائد أربعة بصير عندي الإكس الثانية تساوي اثنين الإكس الثالثة تساوي ناقص اثنين اليوم رايح أعلمكن طريقة جديدة أسرع اللي كنا عم نشتغل عليها قبل نحن اتعلمنا الطرق اللي عم نشتغل عليها قبل هي الطرق الأساسية اللي كنا نحل بيها كل معادلة نحطه بسطر ونحلهم بعدين إذا كانت العلاقة ما بيناته نضرب نضرب هالإشارات وبعدها نطلع معنا المطلوبة هلأ اليوم راح ناخد طريقة نحط فقط مرة واحدة نطلع هون بالعادلات اللي عندي إياها تمام يعني أنا عندي هون هي كنا نعتبرها بسطر وهي كنا نعتبرها بسطر نطلع على أمثال الأ قد أمثال الأ إشارتة لحظوا هون أمثال الأ إشارتة موجب يعني أمثال الإكس مربع هون ما عندي إكس مربع عندي إكس معناته أمثال الإكس هي التي تعتبر قال أنه هاد من الدرجة الأولى شو إشارتة موجبة قال إذا كانت موجبة بحط هيك إشارة موجبة على جنب بعدين بعمل العمليات عليه هون هون العملية مقسمة بقسم موجب على موجب رح يطلع معي موجب قد بسع حط الجدول والقيام ببلش بموجب وأنا ماشي يعني موجب بعدين سالب موجب سالب شقد ما في هون كمان بكمل موجب سالب كيك في حال ما يكون عندي جزر مضاعف فوقت بكون عندي جزر مضاعف حل ما بصل عنده بضل سالب هلأ رح نشوف تمارين بدرسنا اليوم في جزر مضاعف تضح عليكم الفكرة ولكن هون مثل ما حكينا شقد ما بكون عندي معادلات يعني هل متراجحة على كم معادلة بتحوي تحوي بحط فقط إشارات لآ لا ألا بعمل العمليات عليها إذا كان عندي تنتين في البسط فبروح بضرب الموجب مثلا بموجب إذا كان عندي بالمقام فوقت سين فقط موجب موجب بأجي لهون بحط الجدول متل ما تعلمنا قبل من ناقص لنهاي للزائد لنهاي من الجزر الصغير وأنا طلعان للجزر الكبير الجزر هال بعبر عنه إذا داخل لمو داخل دائرة الفاضية هنا عندي طبعا إشارة أكبر فقط معناتها دائرة فاضية بعدين باجي بقول عندي إشارة طلعت قسيم هاد على هاد موجب معناتها هالجدول رح يبلش عندي من طرف الموجب بإشارة موجب ببلش بإشارة موجب بعدين سالب بعدين موجب بعدين سالب خلق المجال بيان عندي بكل سهولة من الناقص الاثنين ومي داخل لعند الصفر برلي شم وكمان من الاثنين للزائد لانهاي طبعا بتحط الشكل هاد وقع بيقلي بده أصغر قيمة ببلش بلغداء بإكس لاحظوا هون ناقص اثنين ما يداخله طيب عطوني قيمة أكبر لأنهاي أصغر قيمة ما يداخله القيمة الأكبر منها بتجي بعدها ناقص واحد بعدها بيجي صفر بعدها بيجي واحد اثنين ثلاثة الناقص واحد هو أصغر قيمة بياخدها بإكس لأنه هون بتحقق دائما بيعقلكون أنه الناقص اثنين عندما بتكون داخله معنة هالناقص اثنين ما رايح ياخده هلا منيجي على التمرين البعده السؤال الرابع عبيقلي إكس مضروبة بإكس ناقص سبعة على بسعة إكس ناقص إكس مقعب كبار أو تساوي صفر ثماني بده أوجد له إشتسلين صاليان إكس بوال سايلارنن بطن بولنوز يعني بده وجده القيم لفقدة الإكس القيم الطبيعية نجمع له إياها مع بعضها طيب نبلش حل متل ما تعلمنا تماما حلاء هون عندي بقدر بطالع إكس عامل مشترك من المقام ليش؟ لأنه هون عندي إكس وهون عندي إكس فبقدر بطالع إكس عامل مشترك وصير عندي هون تسعة ناقص إكس مربع وفي إكس برا وفوق كمان زاتاً بطالع لي عامل مشترك الإكس بقدر بختصر هال إكس مع هال إكس بطالع الإكسين عندي مع بعضهم إيش بصير عندي؟ بصير عندي ناقص سبعة على تسعة ناقص إكس مربع أكبر أو تساوي صفر بطعم بشرط الإكس لا تساوي الصفر ليش لا تساوي الصفر؟ لأنه هاي الإكس ما بنساها لأنا طيارتها إذا كانت تساوي الصفر قدم لي المقام فمعناتها لازم فوراً استثني هالإكس أو أعيفة وأدرسة أقول إما إكس لا تساوي الصفر أو بستثنيها في هالطريقة هاي طيب هلا أم نجي عندي هاي معادلة وهاي معادلة هاي من الدرجة الأولى هاي من الدرجة الثانية لاحظوا أول شغلة بدي أعمله أني بدي أطالع قيمة إكس عندي من البسط إكس تساوي سبعة وعندي من المقام إكس تساوي هم ناقص ثلاثة هم زائد ثلاثة هم زائد ثلاثة طلعتم بهالشكل هاذ بجعوا معي القيم هلا باجي بقول متل ما قلت من شوي طيئة سريعة أمثال الأ ما عندي إكس مربع شي ما عندي عندي إكس معناته أمثال الأ موجبة كاني أمثال الإكس موجبة ما عندي إكس مربع معناته الآ هي أمثال إكس مربع طيب الإكس مربع أمثالها سالبة ما صار عندي فوق موجب تحت سالب موجب على سالب يساوي موجب معناته هالجدول هاذ رح يبلش عندي من طرف الموجب بالقيمة السالبة اللي طلعت معي هلا هون طيب تمت الجدول حضيت من ناقص لنهاية زائد لنهاية من ناقص الثلاثة هو أصغر جزر زائد الثلاثة بتجي بعدها بعدين تجي زائد سبعة بدع بالشوب بسالب فبصير عندي سالب موجب سالب موجب طيب صار عندي بهالشكل هاد معناته هلا باجي بقول عندي هون السبعة بتخص مين بتخص البسط وهون عندي أكبر أو يساوي معناته قيمة الجزر سبعة داخلة فبغمق له إياها أما بعات المقام دائما أنا مبصير يكونوا داخلات ولو كان عندي أكبر أو يساوي أو أصغر أو يساوي فبحط لهم دائرة بهالشكل هو أي اللي هاد اللي يعته أكبر أو يساوي السفر معناته من اللي طلع معي موجب هاد طلع موجب هاد طلع موجب هاد طلع موجب وقال له من ناقص لنهاية لعنده ناقص الثلاثة وتنتينتهم من داخلات ليش ما يداخله لأنه بتخص المقام برلي شم من عند الثلاثة كمان الثلاثة بتخص معادلة المقام ما يداخله لعند السبعة والسبعة داخله لأنه بتخص البسط وهون عندي كبار أو يساوي طيب صارت عندي هالشكل هاد طيب لاحظوا اللي هو بده مجموع الأعداد الطبيعية لداخله كل شي سالب ما له أعداد طبيعية بنساه طيب الموجب مين هو من عند الثلاثة لعند السبعة الثلاثة ما يداخله انتبهو ببلش بالأربعة خمسة ستة والسبعة داخله بحط السبعة بجمعهم مع بعضون بتطع معي الرقام 22 طيب بالسؤال الخامس عبيقلي اكس ناقص أربعة مضروبة بإكس زائد ستة على بالمقام ستة مربعة ناقص ستة اكس زائد خمسة أكبر أو تساوي صفر مش تسزلين تجزم كومسن بقوله نز يعني بده أوجد له مجموعة الحلول لهال متراجحة هاي طيب ما معناته نفس ما اتغلنا قبل عندي هاي وحدة ثانتين ثلاثة طيب من أول وحدة اكس ناقص أربعة بتطلع الاكس واحد تساوي أربعة من ثاني وحدة الاكس زائد ستة ما معناته الاكس تطلع ناقص ستة هاي ثاني اكس تلت اكس اللي هي في المقهر بده عددين ضربهم في بعضن يساوي خمسة وجمعهم مع بعضون ناقص ستة طبعا هنا ناقص خمسة بناقص واحد ناقص خمسة بناقص واحد ضع زائد خمسة وبيطلع كمان إذا جمعت مع بعضها ناقص ستة ما معناته الاكس التاتة رح يطلع معي يساوي الخمسة والإكس أربعة رح يطلع معي يساوي الواحد برسم الجدول من ناقص لنهاية للزائد لنهاية بمسك عندي كم جزر عندي أربع جزور للمعادلة بمسك أش صغار جزر اللي هو ناقص ستة يلحقه الواحد يلحقه الاربعة يلحقه الخمسة بعدين زائد لنهاية حيو هلا باجي عن نفس الطريقة اللي علمنا ياها الأستاذ أخر مرة هاي زائد وهي هون معنى زائد وهون كمان زائد معنى زائد مضروبة بزائد مؤسم على زائد زائد بزائد زائد على زائد زائد معنى هذا الجدول سيبلش عندي قيمه بالموجب سأحط موجب سالب موجب سالب موجب خلصت من شغلي باجي بطلع المقارنة عندي اياها أكبر أو تساوي الصفر بشي بخص البسط وغمق له نقطه يعني عندي هذا بتخص البسط يعني عند الاربعة بحض دائرة منقطة يعني هاي الاربعة داخلة طيب عندي الستة كمان ناقص ستة مانة داخلة بغمق له النقطة لما تعون المقام بحض دائرة مفرغة حلاء بجي بشوف ايش بده بده هاد تبع كلياته يكون اكبر من الصفر فمعناتها كل شي ما حاني موجب باخده هاي وحدة هاي تنتين وهي تاتة بطير عندي تزومكم مثلا قالوا من ناقص لنهاية لعند ناقص ستة وداخلة برلي شم من عند الواحد لعند الاربعة الواحد مايداخلة والاربعة داخلة برلي شم كمان من عند الخمسة والخمسة مايداخلة انتبهو الخمسة مايداخلة لعند زائد تاني هاي وهيك منكون اعطيناه تزوم كمسة للسؤال الخامس حلاء السؤال السادس السؤال السادس عاب يقلي ايكس ناقص اتنين مضروبة باتنين ايكس ناقص واحد اصغر او تساوي ايكس ناقص اتنين للاربيع فانا بده تزوم كمسة لها المتراجحة هاي طيب بنقول هذا الحد لطرف الثاني فبصير عندي ايكس ناقص اتنين مضروبة باتنين ايكس ناقص واحد ناقص مين هذا كانت اشارته موجبة صار سالبة ناقص مين ناقص الايكس ناقص اتنين مربع اصغر وتساوي صفر طيب بجي لهون بلاحظ عندي هون ايكس ناقص اتنين وعندي هون ايكس ناقص اتنين للتربيع بطالع مننون وحدة عامل مشترك اذا طالعت وحدة عامل مشترك بصير عندي ايكس ناقص اتنين بطاعت من اول وحدة من هاي بقي فقط هاي اتنين ايكس ناقص واحد تمان طاعت وحدة من هدول بقيت وحدة هدول مو مربع وحدة منهم تطلعت تانية بتبقى بمعنى تناقص ايكس زائد اتنين حطيت اناقص ايكس زائد اتنين سكتبت اصغر او تساوي الصفر هلا بصلح هالشكل هاد عندي اتنين ايكس وعندي ايكس فبيبقى ايكس وعندي ناقص واحد هون وزائد اتنين فبيبقى زائد واحد هدول اتنتين مضروبات في بعضهم اصغر او تساوي الصفر بكل بساطة بقول اول اكس تساوي اتنين وثاني اكس تساوي ناقص واحد بنظم الجدول وباجي على طريقة الاستاذ هون عندي زائد هون عندي زائد زائد بزائد زائد معاته هاد الجدول رح يبلش عندي في قيمة زائد بلش عندي في قيمة زائد سالب زائد هو بده اصغر ويساوي صفر معناتها بده فقط هالقيمة هاي وتنتينة تندخلها تليش انه ما عندي زاة مقام هون طيب فمعنا تبصير عندي من ناقص واحد لعندي الاثنين وثانياتهم دخلات حلا باجي على سؤال السابع السؤال السابع عندي اتنين اكس زائد واحد مضروبة ب اكس مربع ناقص ثلاثة اكس ناقص اتنين على اكس ناقص واحد اكبر او تساوي الصفر ونفس الشي بده جزوم كومسة بده مجموعة الحلول لهالمتراجحة هاي طيب من البسط لحظوا عندي اول اكس رح تطلع معي ناقص نص ليش عبا نقول واحد للطرف الثاني وبقسم على مين على اتنين ناقص نص الاكس الثانية رح تطلع معي من المقام لحظوا حطنا اكس ناقص واحد كما بلبسط المعادلة من الدرجة الثانية بدنا عددين ضربهم في بعضهم يساوي زائد اتنين رحهم او جمعهم مع بعضهم يساوي ناقص ثلاثة فبصير عندي اتنين مضروبة بواحد وهون بما انه سالف فبقول ناقص واحد وناقص اتنين ناقص واحد وناقص اتنين ضربهم في بعضهم يساوي زائد اتنين جمعهم مع بعضهم يساوي أقص ثلاثة معناة الجزر الأول رح يطلع معي اثنين الجزر الثاني رح يطلع معي واحد لحظوا الواحد هون تكررت مرتين صار عندي ياهد اسمه الجزر مضاعف يعني هو نفسه داي مرتين هلا بجي على الطريقة اللي حكينا عليها اخر مرة هاي الأا إشارة موجبة هاي الأا إشارة موجبة وهاي الأا إشارة موجبة معناة موجب بموجب مؤسم على موجب رح يطلع موجب معناة هذا الجدول رح يبلش بموجب بجي برسم هالجدول هاد وبأقول للاكس من ناقص لنهاي لزايد لنهاي بتفصف هالجزور دين بعضه هاي عندي ناقص واحد على اثنين وهذا عندي عند الواحد هم هو من المقام هم هو جزر مضاعف وهون عندي اثنين معناته يصير عندي الحل إذا أنه رح يبلش الجدول في موجب موجب سالب هالمرة سالب ليش استاذ سالب؟ لأنه لكم إنه هون إذا كان عندي يا جزر مضاعف ونبلل إشارة نفسه تمام؟ لأنه هذا جزرين بقلب بعضهم يعني هاي رح تتخيلوا أنتوا عتمشوا زائد سالب سالب على أول جزر مهنين جزرين أول جزر سالب ثاني جزر رح يكون موجب رح نرجع سالب سدول هم منطبقات على بعضهم لذلك رح يبقى عندي هون سالب سالب هون موجب موجب أولا بجي المطلوب مني إنه يكون هالمتراجحة كبر أو تساوي السفر هاي عندي موجب هون وهاي عندي موجب هون وبتصير عندي تساوي من ناقص لانيهاي عند الناقص نصف وداخلة لأنه فيه أو تساوي وهالقيمة بتخص البسط لعند مين؟ وكمان من عند مين؟ برلي شم عند الاتنين لعند الزائد لانيهاي هيك طلعنا له الكزون كوميسة لها المتراجحة هاي حلا بالمتراجحة الأخيرة بسؤال 8 8 بده الكزون كوميسة فائلة رحظوا عندي أول اكس رح تكون اكس تساوي 7 وتاني اكس رح تكون مقص اكس زاد 2 تساوي 0 يعني تطلع ال اكس تساوي 2 وبالمقام عندي تيمتين يعني عند اللي مننقل لاحظوا هون للتربيع مننقل الناقص الثلاثة للطرف تاني حصير زائد الثلاثة بزائد الثلاثة هي اكس ثلاثة و اكس اربعة معناته طار عندي دازر مضاعف ما بنساء انه الاشارة رح تكرر نفسها طيب هلا بجي بحسب الاشارة اللي حبلش فيها بالتابع هوني عندي موجب لاحظوا هوني عندي سالب هوني عندي موجب طيب معناته موجب بسالب سالب سالب على موجب بسالب معناته الجدول رح يبلش عندي قيمته من السالب وهي مصغر تماما المعادلة من الصفر كمان ما في عندي ولا قيمة مغمأة كلاتهم نقطة مكشوفة حطيت الجزور بشكل تسلسلي من الصغير للكبير يعني اول شي حطينا للتنين بعدين حطينا للتلاتة بعدين حطينا السبعة للتلاتة جزر مضاعف ببلش سالب موجب موجب سالب طبعا حكينا ليش هون موجب على الطرفين طيب عبيقلي هاد مصغر من الصفر معناته هاد الطرف مقبول عندي وهذا الطرف مقبول عندي هلا باجي بدرسه وبكتب له ياه بشكل جزوم كوميس عندي سالب هون ببلش من ناقص لنهاي لعند الاتنين ومايدخلة بيرليشم من عند السبعة ومايدخلة لعند الزائد لنهاي ومايدخلة كمان هيك بكون طالعت له جزوم كوميسة لسؤال الأخير لهون بينتهي درسنا لليوم شكرا لحسن أصغائكم نلتقي بالدرس القادم إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة